اشتركوا في القناة اخوان ان شاء الله اليوم بدنا نتكلم عن موضوع مهم وخاصة للمبتدئ او اللي بيكون حتى محترف وشاكك في توصيلته انها صحيحة او لا اقصد توصيل الاسلاك يعني هو بيعرف التوصيله ووصل المحرك لكن بده يتأكد انه وصل كل شي سليم وكل شي صحيح ما فيه اي خطأ ما فيه سلك واصل خطأ فقبل الدهان بده يفحص على اساس انه يتأكد انه كل شي تمام وبعدين نلحم الاسلاك حتى قبل الحام وبعدين نلحم الاسلاك واذا تأكدنا انه كل شغلنا صحيح وسليم وهذا الفحص بدل على انه توصيلك صحيح او لا توصيل الداخلي اقصد اذا كان صحيح او لا طبعا احنا الان ما لدينا دخل بالتوصيل الخارجي احنا بنتكلم عن التوصيل الداخلي بين المجموعات اذا كان صحيح او لا هذا الفحص بدللنا على انه التوصيل صحيح او لا طبعا بعد ما نخلص توصيل زي ما انتم شايفين هيك انا جهزت وهيني خلصت توصيل والان بدي الحم الاسلاك فقلت خليني انا افحص انه توصيلي صحيح او لا بسبب كثرة الوصلات لما نكون الاقطاب حقية كلها وعدد الملفات والمجموعة كثيرة فبتكون عندك وعندك وصلات كثيرة فممكن تكون انت اخطأت في بداية مكان نهاية او اخطت من فاز ثاني او كذا فاحنا بدنا نفحص على اساس نتأكد انه كل التوصيل صحيح وسليم لكل الفازات طبعا زي ما احنا شايفين في هذا الشكل الان بنبعد الوصلات كلهم عن بعض ما بنخلي ولا وصلة تلمس في الثانية على اساس انه ما يعطينا اي توصيل خطأ فنتأكد انه الوصلات كلهم بعيدين عن بعض مش ملامسين الشيء او مش ملامسين بعض زي ما انتم شايفين والان بنفحص عن طريق المحول محول واحد فاز زي ما انتم شايفين على محول طبعا انا ورجعتكم اياه قبل هالمرة و وشرحت قبل هالمرة عنه لكن كان التصوير قديم وممكن مش واضح لانه نسالت عنه قبل فترة بسيطة فهو عبارة عن محول يعني الخلاصة هو محول واحد فاز تقريبا من خمستاش لعشرين امبير تقريبا من خمستاش لعشرين امبير يعني انا مش متأكد لانه قديم عندي هذا انا سويته تقريبا يعني من خمستاش لعشرين امبير المخرج له حوالي خمسين فولت زي ما حكينا مدخله 220 عادي ومخرجه طرفين سلكين خمسين فولت انت بتقدر تعمل خمسين فولت أربعين فولت ثلاثين فولت ما عندك مشكلة لكن حاول انه يكون الامبير عالي على اساس يكون فيه دقة بالقياس وكمان كل مكان الفولت أعلى كل مكان القياس أدق كل مكان الفولت أعلى كل مكان القياس أدق طبعا احنا بهاي الطريقة نستعملها بطريقة المحول على اساس المحرك فارغ ما في راوتر ما في شيء بس بنا نفحص ملفات فما بدي أنا أغذيها بجهد كبير 380 فولت أو حتى 220 فولت على اساس ما تسخن الملفات سريعا وممكن ينهار العزل أو يصير عندي مشكلة في الملف فلذلك أنا بغذيها بجهد قليل يعني خمسين فولت على أبعد حد تقريبا وبكون امبيره عالي على اساس انه يتحمل الامبير اللي راح ينسحب معنا لانه الامبير طبعا راح يكون يعني مرتفع شوية بالنسبة للمحول لانه ما في ستيتور والمحرك ما بدور بس فقط ملف فالهدف والمطلوب من المحول انه يدخل كهرباء أو تيار إلى الملفات على اساس انه الملفات تسحب أمبير ومر فيها أمبير عالي شوية على اساس انه احنا نقيس الامبير على كل ملفات فاز نشوف انه هل يتساوى الامبير على الفزات الثلاثة أم لا يتساوى طبعا اذا تساوى الامبير على الفزات الثلاثة بكون كل شغلنا صحيح من الداخل التوصيل الداخلي بكون صحيح والتوصيل وترتيب الاسلاك اللي خارجي لبرة الستة اللي هو بناخذ واحد بنترك واحد او بطريقة الواحد ثلاث اثنين زي ما حكينا عنهم بكون هذا الترتيب صحيح وسليم فاذا هذا الفحص الان بدللنا انه توصيل الداخلي بين المجموعات صحيح او لا وبدللنا انه ترتيب خروج الاسلاك الستة هل هو صحيح او لا يعني اخذنا واحد وتركنا واحد او لا فايحنا يعني منستفيدن هذا الفحص بههم bom بهذا الامرين متأكد منهم وطبعا شو ظل قديم يعني احنا لما نتأكد من هذا الامرين طبعا معناته ان كل شغلنا سليم وصحيح مية في المية الان انه بيهمني ان المحرك يصحب الانبير المطلوب او المكتوب على اللوحة ما بهمني ان شاء الله بتصحب واحد امبير فقط او نص امبير يعني ما بهمني اللي بهمني انه اشوف او اتأكد انه الامبيرات تتساوى على جميع الفازات إذا تساوت على جميع الفازات إذن كل ترتيب الفازات من عدد وتوصيل وترتيب كله صحيح إذن كله متشابه كله متشابه في كل الفازات فأنا اللي بدي أتأكد منه أنه هل شغلي في كل الفازات متشابه أو لا وذلك بتساوي الأمبارات على الفازات الثلاث وزي ما حكيت ما بهمني قديش بعطيني أمبير أمبير عالي أو أمبير قليل ما بهمني المهم عندي أنه يتساوى الأمبير وطبعا بعد ما ندهن ونجرب وكذا ونفحص الأمبير على أساس نشوف بالحمل نشوف بيسحب الأمبير المطلوب أو لا طبعا إذا سحب عندي الآن الأمبير متساوي إذن شغلك كله صحيح مدام أنت متأكد منه العدد طبعا هذا الفحص ما بدل أنه العدد صحيح أو لا أو قطر السلك صحيح هذا بدل التوصيل التوصيل فقط التوصيل الداخلي وترتيب الأسلاك الخارج الستة بدل أنه صحيح أو لا فقط ما بدل على العدد ولا على قطر السلك العدد وقطر السلك بدل عليه لما تركب أنت على الحمل وتشغل بالحمل وتقيس أمبيرك على الحمل لكن الآن بما أنه أنت عديت المحرك عدي المحرك وقسط سلكه في بداية أخذ البيانات إذن أنت متأكد من العدد ومتأكد من قطر السلك إذن انتهى ما عندي مشكلة أنا في العدد وفي قطر السلك الآن كله صحيح لأنه أنا بتأكد منه أخذتهم أنا بأيدي كل شي تمام لأنه أنا فقط بدأ أتأكد من التوصيل فقط لغير وهاي هي بس المحول أنا بنصح الجميع الجميع بنصح الجميع أنه يكون عنده محول بهذا الترتيب محول زي ما حكينا 220 مدخل 220 فولت مدخل ومخرج 50 فولت 40 فولت على حسب شو عندك ويكون المحول بحدود من 15 ل 20 25 قد ما بدك أمبير إطلع بس أقل شي يكون 15 وطالع على أساس أنه يتحمل الأمبيرات وتقدر تفحص فيه قدرات متعددة يعني كبير شوي وصغير شوي يعني أنا بفحص فيه مبارح تقريبا فحصت عليه محرك 50 حصان 50 حصان فحصت عليه ولما طبعا واقف المحرك وكأسحب على كل فاز 37 أمبير 37 أمبير طبعا السلك اللي هنا سخن شوية لكن هي الموضوع كان لحظة ما عندي مشكلة بفحص أنا عليه لغاية 50 حصان 60 حصان لكن كل ما كبير المحرك بتكون شغلك سريع عليه ما تتأخر على أساس أنه الأمبير أعلى من أطراف الأسلاك طيب خلونا إحنا زي ما حكينا منتأكد أن الوصلات مش وصلين في بعض ومش ضربين في بعض الآن أنا عندي 6 أسلاك هذا المحرك توصيله دلتا توصيله دلتا الآن ما يهمني أنا بدأ وصله ستار ما بدأ وصله دلتا ما بهم بتوصله ستار أو دلتا انت حر ما عندك مشكلة حتى لو توصيله ستار وصلو دلتا انت ما Marty المهم انا حكيت زي ما حكيت لكم بدنا نعرف انه الامبير متساوي على الفازات او لا ما بهمني انه يسحب الامبير المطلوب منه او ما بيسحب الامبير المطلوب منه فقط بدي اشوف انه الامبير متساوي على الفازات او لا لذلك ما بهم احنا بنوصله ستار او بنوصله دلتا ما بهمني الى اسهل لك انه توصله ستار لان انا وصلت ستار وبوضع طرفين المخرج للمحول بهذا الشكل على خطين فازين وبجيب بنسة الأمبير الآن وبعلقها زي ما انتم شايفين بهذا الشكل هون وبتأكد أنا بس من وصلة الستار على أساس انه بتقيس بشكل صحيح والآن بعلقها على أحد أطراف المحول زي ما انتم شايفين هيك على أحد أطراف المحول والآن بشغل المحول على واحد فاز الآن أعطاني واحد وثمانية بالعشرة بعرفش إذا واضح عندكم أعنوش إذا واضح واحد وثمانية واحد وتسعة بالعشرة الآن بنقل أحد أطراف المحول على الطرف الثالث على طرف الفاز الثالث بنقل على طرف الفاز الثالث لاحظوا الساعة الآن أعطاني واحد وثمانية نفس الأمبير الآن بنقل الطرف اللي كان ثابت أول برجع على الفاز اللي فحصنا عليه أول مرة الآن أعطاني واحد وتسعة إذن الأمبير تساوى على الثلاث فازات الأمبير تساوى على الثلاث فازات طبعا أنت بتتأكد أن الوصلات مش ضربات أو مش موصلات في بعض لأنه إذا وصلتم في بعض بعطيك خطأ بالقياس بعرفش إذا واضح الساعة عندكم هاي واحد وتسعة هاي كمان مرة بنقل على الطرف الثالث أعطاني واحد وتسعة بنقل على الفاز الثالث الثالث أعطاني واحد ثمانية طبعا واحد ثمانية واحد وتسعة مش هالفرق واحد بالعشرة إذن الآن أنا تأكدت أن الأمبير تساوى على جميع الفازات إذن الآن أنا شغلي صحيح مية في المية والتوصيل الداخلي صحيح مية في المية وترتيب خروج الأسلاك صحيح مية في المية وأنا عملهم كل ثلاث لون إذن كل الترتيب صحيح وكل الشغل صحيح وسليم الحمد لله رب العالمين وما في أي مشاكل طبعا إذا بدك تفحص مع الشاصي مع جسم المحرك تفحص بهذا الشكل بتخلي طرف واصل على فاز زي هيك وبتحط الطرف الثاني على جسم المحرك الحمد لله ما في توصيل إذن كل شي أنا عندي تمام وكل شي عندي صحيح توصيلي صحيح وشغلي صحيح وترتيب خروج الأسلاك كله صحيح هاي هي الآن بتقدر بقدر ألحم أنا وبقدر أنا أربط وأدهن المحرك وأنا متطمن أن كل شغلي صحيح وسليم ما عندي أي مشاكل وبهاي الطريقة احنا بنقدر نتأكد من التوصيل أنا برجع وبركز على التوصيل أنا بقدر أتأكد من التوصيل إنه صحيح ما بحكي لا عن عدد ولا عن قطر سلك الآن أنا بكمل شغلي وبركبه وعلى الحمل مدام أنا متأكد من العدد ومن قطر السلك رح يصحب الأنبير المطلوب منه على الحمل ما عندي أي مشاكل وإن شاء الله إنكم تستفيدوا من هاي المعلومات وأنا بنصح الكل زي ما بحكي لكم بنصح الكل إنه يعمل عنده محول زي ما حكينا مدخله 220 عادي مدخل 220 عادي ومخرجه طرفين 50 فولت 40 فولت ويكون أقل شي 15 أمبير من 15 إلى 20 25 قد ما بدك أمبير زيد لكن أقل شي يكون 15 أمبير وبتقدر تفحص عليه محركات صغيرة ومحركات كبيرة زي ما بدك ما عندك أي مشاكل وهاي أفضل طريقة وأأمن طريقة على الملفات يعني أنا لو أغذيها 380 ممكن تحمى وينهار العزل ويصير عندي مشاكل أو تسيح يذوب الورق الموجود فأنا بغذيها بفولت قليل وبقيس الأمبير المطلوب الموجود عليها المهم إنه يتساوي الأمبير زي ما حكينا بكون معناته كل شغلي صحيح وسليم وهايه إن شاء الله تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته